أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من القاعدة القومية للدراسات حول الحماية الاجتماعية تضمن العدد خلاصة توصيات عدد من الدراسات التي صدرت عن مجموعة من المراكز البحثية والأكاديمية المختلفة من أبرز تلك التوصيات تفعيل استراتيجية التمكين ربعية الأبعاد للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لمساعدتهم على إجباع احتياجاتهم والتعامل مع مشكلتهم مع تفعيل برامج المساندة الاجتماعية لهم وأشارت إحدى الأدراسات إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والإجراءات التي انتهجتها الحكومة كان لها دور إيجابي في احتواء أزمة فيروس كورونا